منا محمد توفيق اللي موجود حاليا في ملعب التيتش بي الجزيرة عنده كل التفاصيل وبالتأكيد زي ما احنا شايفين كل اللعيبة خلاص نزلت لأرضية الملعب وبيستعد دول المراني الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق توفيق مساء الخير عليك وعايز اعرف منك كل الجديد وطمنا على أخبار الفريق قبل مباراة المقصة غدا بإذن الله مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحاتي ليكوا لكل مشاهدة تريند في كل مكان زي ما انت قلت النهاردة البروفة الأخيرة أو آخر استعدادات النادي الأهلي التدريب الأخير والأساسي لمباراة المقصة بإذن الله المقاررة لها غدا بإذن الله في التاسعة مساء مباراة الجولة 27 يمكن الفريق قبل ما انت تدخل معها على طول على الهوى حالا كان فيه محاضرة للجهاز الفني يمكن استمرت لأكثر من ساعة إلى ربع كانت فيها جزء فيديو جزء نظري بيتكلم عن أهم من قاتل قوة ضعف فريق المقصة وخطة اللعب إن شاء الله اللي هينفزها اللعبين في مباراة الغد بإذن الله زي ما انت شايف كده من خلف زميل عزيز محمد سعيد يمكن لعب الفريق بدأوا ينزله بالفعل لأرضية الملعب لأداء ميرانهم الأخير يمكن الفريق مبارح على طول يعني يتواصل استعداداته بعد مباراة الجونة والفوز فيها بعد هفين دون أرد في مباراة الجولة 26 يمكن حالة طيبة يظهر عليها معظم اللعبين إن شاء الله يعني تتم وتستكمل فيه باقي مباراة الدوري وباقي مباراة النادي الأهلي إن شاء الله نحو اللقب يمكن بس يعني أكثر ما يقرق الجهاز الفني وكمان جمالين النادي الأهلي هي قسرة الإصابات إن شاء الله ربنا نكرم جميع اللعب النادي الأهلي ويكونوا في أحسن صحة ويكون اللعبين المصابين كمان بإذن الله يرجعوا سريعا ويكونوا عاونة لزمالهم في استكمال بقية المشوار يمكن فيه أكثر من اللعب النهاردة هيتم عمل زي ما بلقول تجربة لي أو اختبار لي النهاردة إن كان هيلحق بوه مباراة الغد من عدمه زي صلاح موحسن ومحمد عبد المنعم طبعا تأكد غياب عمر السلية محمد شريف كل دي اللعبين بيت خارج يعني زي ما بلقول خارج حسابات الجهاز الفني المدة طويلة إن شاء الله يرجعوا بالسلامة ويكونوا موجودين مع الفريق في أقرب وقت باقي اللعبين العائدين من الإصابة بيكملوا ويستكملوا برامجهم التأهلية والعلاجية مع الجهاز الطبي والجهاز الفني وإن شاء الله كمان اللعبين اللي عادوا زي بير ستاو يكونوا إن شاء الله في أقرب وقت متاحين تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في المباريات وعودة لفرمة المباريات إن شاء الله نتمنى أي لعب أو أي 11 اللعب يرتدوا تشيرت النادي الآن محمد يكونوا في الفرمة ويكونوا في مستقوم الفني والزهني والبدني وإن شاء الله يكونوا عونا لبئة زملائهم وتحيق كل سلسل نقاط يقدم على الفريق إن شاء الله لعودة بطوة الدور مرة أخرى للنادي الآن طيب توفيق عايز أسألك على بيرستاو لويس سميكي سوني ممكن يكونوا موجودين في المعسكر لمطش بكرة ولا لسه نفس الأمر بالنسبة لزيادة طارئ تقولت لي عبد المنعم وصلاح إن شاء الله يكونوا جاهزين ويكونوا موجودين محمد عبد المنعم برضو بس يعني الناس كلها بتسأل على بيرستاو لويس ميكي سوني ممكن يلحقوا يخشوا في المباريات في الفترة الجاية في ظل عند غيابة طاهر لسه ياخد شوية وقت حسين الشحات المسلم بالنسبة له خلص ما فيش تصعيد لسه في المرحلة الحالية أبدأ بقى من الآخر للأول كده محمد يمكن فيها عدد كبير جدا من لعاب الفريق الشباب بالنادي الأهلي كانوا بيقضوا مران يعني بدني قوي جدا قبل ما يبدأ التمانين للفريق الأول فهنا في ملعب مختار التيتش يمكن زي ما قلتلك صراحة محسن محمد عبد المنعم يبقى فيه اختبار طبي ليهم النهاردة في إمكانية لحقهم من عدم مبارات الغد بيرستاو لويس ميكي سوني هم جهزين من الناحية الطبية متحينوا تحت أمر الجهاز الفني في الوقت اللي هشوفهم هم قادرين من الناحية البدنية والناحية الزهنية والناحية الفنية كمان هيكونوا موجودين إن شاء الله مع زملائهم في الملعب ده يتبقى زي ما قلتلكم من ناحية الطبية جهزين تماما ولكن يتبقى رأي الجهاز الفني ده حق أصيل لمستر ريكارد سوارش المدير الفني الفني النادي الأهلي في دخولهم قامة المباراة من عدمه بقيت اللاعبين طبعا زي ما قلت لأساباتهم فترات طويلة إن شاء الله يكونوا معنا في أقرب وقت وإن شاء الله اللاعبين الموجودين يكونوا يعني زي ما نقول خير بديل لهم ويكونوا عند المعاد ودائما أي لاعب أو أي حداشا لاعب يرتدي شرط النادي الأهلي يكونوا عند المعاد والأهلي دائما زي ما يقولنا محمد بمنحضر وإن شاء الله كل الحاضرين في قائمة الأهلي في المباراة الغد أمام مقصة أو بقيت مبارات الدورة العام إن شاء الله يكونوا عند الموعل ويكون الأهل بما الحضر وإن شاء الله يحققوا البطولة الغالية جداً على جمهورنا دي الأهل والدوري الممتاز يرجع تاني مرة مكانه هنا في الجزيرة محمد بإذن الله الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهل في ملعب التش في الجزيرة شكراً جزيلاً